السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة هموم الحياة ومشاكل الحياة والمسئوليات بالفعل بتضغط علينا وبتنسينا حاجات حلوة كتير قوي في حياتنا ساعات بتعمل حاجز قدام عينينا على اننا نشوف حاجات حلوة موجودة عندنا ملك ادينا بطل حلقة النهاردة عنده 44 سنة من حوالي سنة فاء لنفسه وحس انه هو عايش حياة مش طبيعية عايش حياة اقل بكتير جدا من الناس التانية تخن كرش بقى مربوط فساقية عنده 3 بنات ومتجوز بقاله اكتر من 20 سنة حياة نمطية كل يوم يسحي روح الشغل مناسبات اجتماعية ما بيكلمش مراته كلمة حلوة غير المشاكل وحلول المشاكل والبنات ومصاريف البنات والإجارات والفواتير ناسي نفسه تماما لدرجة انه بيقول مر علي ممكن اكتر من 10 سنين مفيش قعدة حلوة رومانسية جمعتني بمراتي طب ايه اللي فوقك وايه الحدث اللي كان فارق في حياتك من حوالي سنة واحد صديق قديم اتصل بي وتوسط عندي علشان اعين بنت قربته عندنا في الشركة اللي انا البوزيشن بتاعي او الوضع بتاعي فيها بعد اجتهاد طويل جدا بقى في مكان مهم وبقيت موجود في مركز مهم قلت له طبعا انت ليك عندي معزة كبيرة وانت حبيبي وانت صديقي مع ان ما بحبش الموضوع ده ومع اني مليش في الكلام ده بس مش هقدر اتأخر عليك ابعثلي قربتك او الانسانة اللي انت عايز تتوسط ليها عندنا في الشركة يوم من الايام صحيت لبست هدوم عادية جدا نزلت رحت الشغل قاعد في مكتبي بيبلغوني ان فلانت الفلانية عايزة تقابلني اللي هي جاية من طرف صديقي بيتفتح باب مكتبي وبرفع عيني ابص الاقي صاروخ ارض جو بنت اللي شفت في جمالها ولا في الكاريزمة اللي عندها ولا في ريحة البرفيوم اللي سابقاها بأمطار حاجة كده ولا نجمات هوليود البنت دخلت وانا بميدي ايدي اسلم عليها تاية مش مركز مش مجمع قعدت قالت مؤهلتي كذا واشتغلت في كذا ويبابا كذا وفلان الفلان قريبي اللي كلمك كذا كذا انا من اول اطلالة بصيت في وشها قررت ان هي لازم تكون متعينة في الشركة اللي انا موجود فيها عينتها في وظيفة ليها علاقة مباشرة بمكتبي علشان اشوفها كل يوم بعد ما البنت دي تعينت بدأت احاول افهم البنت دي عايشة ازاي واسلوبها ايه فلقيت ان ابوها راجل مبسوط يعني مستواهم المادي كويس وامها كمان مستواهم المادي والاجتماعي كويس وهي بتربطها بصديق ده رابع لكن من بعيد شوية البنت دي برنامجها مختلف تماما على طول لازم تقضي ساعات معينة في الجم تلعب رياضة مهتمة جدا بوزنها بتتردد على كافيهات او اماكن راقية جدا بتلبس هدوم مركات مهمة جدا حتى اهتمامها بالحزاء اللي هي رابسها وبلون الشنطة وبالاكسسوارات وبالساعات حاجة كده بنت زي ما الكتاب بيقول بعد فترة قليلة جدا بدأت اغير وبدأت ابص لنفسي في المراية وبدأت اروح العب رياضة علشان اخس بدأت اهتم بمظهري بدأت البس الوان مختلفة بدأت اشيل التكشيرة اللي موجودة على وشي وادحك احاول اهزر مع البنت دي احاول الاقي اي مناسبة لغاية ما يوم من الايام لقيت البنت بتعزمني وبشكل شخصي وسر يعني على مناسبة خاصة بيها ايه كانت المناسبة الخاصة بيها كان عيد ميلادها المهم من بعد ما البنت دي رجعتني خلال ست سبع شهور دول حوالي عشر سبعتاشر سنة لورا رحت احضر عيد ميلادها رحت جبت لها حديقة كويسة قوي ورحت لقيت الموجودين في عيد الميلاد كلهم شباب زيها في سنها اصغر مني انا على الاقل تمنتاشر تسعتاشر سنة فبدأت احاول اكون دمي خفيف اتكلم معها اخد ودي لغاية موقفنا شوية في البلكونة مع بعض وبدأت هي اتكلمني عن حبيبها اللي هي ثابته اللي هو ما اقدرهاش وما كانش بيهتم بيها وما كانش عارف امتها وانا كمان اقول لها انه لو الزمن رجع بي الورا كان ممكن اتجوزك وكان ممكن نعيش مع بعض ونعمل ونعمل والحاجات دي بعد ما خلست الحفلة نزلت علشان اطلب سيارة اجرة او اطلب عن طريق الابليكيشن سيارة ترجعني البيت قالت معقول ازاي ما ينفعش ده يقولوا علي ايه ده انت جاي لغاية عندي وخلاص ساعة عادت ساعة واحد لا لازم انزل اوصلك نزلت مع الراجل ده وهم موجودين في السيارة دحك وحزار لغاية ما هو بيقول ان البنت قالت له انا معجبة بيت جدا وانت دموزج الراجل انا كنت بتمنى الشباب الصغيرين مستحترين ولكن اللي في سنك سن ناضج وكويس ومحترم وكذا وقربت منه بسيته في خده الراجل بيقول حطيت ايدي على خدي ونزلت تاية مش بركز بفكر هو ايه اللي حصل ايه اللي جرى رحت الشغل تاني يوم لقيت البنت دي بعد يوم واثنين وثلاثة بدأت تطلب طلبات كتير في الشغل بدأت يعني يحس ان هي بنت متسلقة بنت بتحاول تطلع على كتافه علشان تحقق نجاحات معينة في الشغل اللي هي موجودة فيه بدأت تضرب اسفين وتحط زنب وتعمل مشاكل لكتير جدا من زميلها وعايزة تطلع على كتافه الراجل بيقول في لحظة من اللحظات وانا قاعد مع البنت دي الواحدي تخيلت اني دي بنتي رني في وداني ساعتها فكرة ان الحياة سلف ودين وممكن اللي انا اعمله مع بنتي زي دي ممكن يتعامل مع بنتي بعدين لحظتها فقتل نفسي وقلت الست اللي قاعدة في البيت دي قضينا مع بعض من فترة الجواز لحوالي ست سبع سنين كنا رومي وجوليت وكنا كويسين مسئولية الحياة هي اللي خلتها ما تبقاش مهتمة بنفسها طيب هل الزنب هو زنبها لوحدها الراجل بيقول بصيت لنفسي انا انا مهتم بيها انا بجيب لها هداية انا بقول لها كلمة حلوة انا بعزمها على خروجة برة انا لفت نظرها مرة واتنين لاهتمامها بوزنها وبشياكتها اكتشف الراجل انه كل الحاجات اللي بيحاول يجامل بيها البنت المتسلقة دي ما عملهاش على مدار حياته طيب فكر ولو للحظة انه لو عمل الحاجات دي او جزء منها مع مراته ايه اللي هيبقى المردود وبدأ يحط خطة علشان يعمل ده مع مراته اول حاجة عملها قال للبنات المستهترات الشابات اللي مقضينها وسايبين امهم في المطبخ اوقات طويلة وبتنظف وتكنس وتعمل من النهاردة فيه جدوان ليكم انت في سنوي وانت في سنوي وانت في جامعة تنظيف البيت عليكم المساعدة في الطبخ وفي الاهتمام بالمطبخ عليكم وراه عمل اشتراك في الجيم لمراته معاه يرجع من الشغل في الفترة المسائية ياخدها وينزله يروحه الجيم وبعد الجيم يروحه يتعشه مع بعض ويرجعه فيه علاقة زوجية لطيفة جدا بتحصل هو اهتمامه بنفسه بدأ ينعكس عليها بيقول انا في الوقت المناسب ربنا حماني وفقتل نفسي لانا كنت لو استنيت يوم او اتنين او تلاتة انا كنت متأكد ان انا كان ممكن اخون مراتي مع بنت قد بنتي المهم الراجل بيقول انا فقتل نفسي وعايش دلوقت مع مراتي حياة ولا اتنين شباب لسه في بداية حياتهم والبنت المتسلقة دي انا ما ازتهاش ولكن بدأت اخفف من اهتمامي بيها لغاية ما هي بنفسها طلبت انها تتنقل لقسم تاني علشان تصعد على اكتاف راجل تاني مش على حساب سمعتي ومش على حساب بيتي بمراتي واولادي اتمنى انه النفس اللوامة او الضمير اللي عندنا يكون يقز حتى لو الدنيا بدأت تبقى هادية وبدأ يبقى فيه ملل وبدأ يبقى فيه حالة من الجمود في المشاعر ان يكون عندنا الوعي ويكون عندنا الوازع لان احنا نصح الحاجات الجميلة اللي فينا ونحاول نحطها قدامنا علشان ما نخسرش الحاجات الجميلة دي للابد اشكركم على طيب المتابعة وعلى وعد بلقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحكمة اشتركوا في القناة